مثال عندي F تساوي 3 ناقص X ناقص 1 أس 2 على 3 عايز 3 حاجات عايز النقاط الحرجة عايز فترات التزايد والتناقص عايز هل النقاط الحرجة ده بيتمثل قيم قصة ولا فأول حاجة بنعملها إننا نجيب المشتقة الأولى المشتقة الأولى F داش هتساوي التلاتة مشتقتها بصفر السالب تنزل ما هي الأس بتاع القصل هو 2 على 3 في X ناقص 1 أس 2 عايز 3 ناقص 1 اللي هي سالب تلد مضروة في مشتقة ما بداخل القصل هو بكام بواحد يبقى الكلام ده هيساوي سالب 2 على 3 في الجزر التكعيبي لX ناقص كام ناقص 1 أولا المشتقة دي لا يمكن تساوي صفر لا يمكن تساوي كام صفر لكن المقام ممكن يساوي صفر اللي هي نقاط عدم تعريف المشتقة يبقى هنقول X تساوي كام X تساوي 1 دي نقطة مين نقطة حرجة بس دي نقطة حرجة مش جاية من المشتقة تساوي صفر لا جاية من نقاط عدم تعريف المشتقة بتاعتي فحضر خط الأعداد من سالب مالا نهاية إلى مالا نهاية وحضر هنا X بتاعتي بتساوي كام تساوي 1 طيب المشتقة اللي هي دي على يمين الواحد وليكن X ب2 2 ناقص 1 ب1 جزرها التكعيبي ب1 في 3 بتلاتة تديني سالب 2 عدتها يبقى ده هتلاقيها كلها سالب على يمينها لو X خدت صفر مثلا صفر ناقص 1 بناقص 1 الجزر التكعيبي ب3 بناقص 1 في 3 بناقص 3 أصبحت ناقص 2 على ناقص 3 بقت موجب يبقى هنا ايه موجب موجب يعني فترة تزايد سالب يعني فترة مين تناقص يبقى دي فترة تناقص منين لفين من 1 إلى مالا نهاية ودي فترة تزايد فترة واحدة من سالب مالا نهاية إلى كام إلى 1 طيب عندي فترة تزايد واجه عند الواحد وانزلت فترة تناقص يبقى عند الواحد ده في قيمة ايه قيمة عظمى على فكرة لو انا عايز اجيب القيمة العظمى بتساوي كام يبقى اجيبه F عند مين عند الواحد هتساوي 3 1 ناقص 1 قس 2 على 3 ده بصفر يبقى ناتج بيساوي 3 يبقى لما جرس متدلة كده هلاقي ان اكبر قيمة عندي تحصل عند الواحد الارتفاع بتاعها بكام ب3 نشوف مثال اللي بعد كده مثال الرابع بيديني F of X بتساوي 4 على X زائد 1 على X ناقص 1 لكل تربيه في حاجة يا اما تخليها حد واحد انك انت توحد المقامات فتخليها X في X ناقص 1 يبقى فوق 4 في X ناقص 1 زائد 1 في X لو بX الكلام ده هيساوي 5 X 5 X ناقص 4 مقسومة على X في X ناقص 1 يا اما تشتقهاك زي ما هي كده يعني يا اما تصفيها وبعدين تشتقها يا اما تشتقها زي ما هي كده فحنقول يبقى المشتق F' هتساوي تشتقها من هنا تشتقها من هنا مثلا لو انا اشتقتها من هنا هتبقى اطلع الX فوق بX قص سالب 1 واشتقها هتبقى سالب 4 على X تربيه طب هنا اطلع X ناقص 1 فوق بقص سالب واشتقها هتبقى سالب 1 على X ناقص 1 لكل تربيه لو انا كنت اشتقتها من هنا كنت هقول المقام تربيه المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام هنوصل انهما الاثنين واحد هنا بقى لما واحد المقامات هيبقى x تربيع في x-1 لكل تربيع هي اياه لو كنت ربعت المخدر ده هتبقى سالب 4 مضروبة في x-1 تربيع ناقص x تربيع هتساوي لما تفكي دي هتبقى ناقص 4x تربيع زائد 8x ناقص 4 ناقص x تربيع على x تربيع في x-1 لكل تربيع يبقى المشتقة بتاعتها هتساوي لو انا خدت ناقص مشترك فوق هيتفضل لك هنا 4x تربيع وx تربيع يبقى 5x تربيع ناقص 8x زائد 4 مقسومة على x تربيع في x-1 لكل تربيع هتساوي البس ده لو حللته هيبقى x وهنا 2 وهنا x وهنا 2 انا عايز اللي يبقى في النص هو السالب يبقى انا حضرب هنا بخلي دي موجب وخلي دي ايه سالب مقسومة على x تربيع في x ناقص 1 لكل تربيع امتى تساوي دي صفر هتساوي صفر في حالتين لو دي 5x لو 5x زائد 2 ساوي صفر او x ناقص 2 تساوي صفر ومنها يما ال x بتساوي سالب 2 على 5 يما ال x بتساوي كام 2 يبقى دي النقاط الحرجة طب ليه ما اخدتش اصفر المقام هنا لان اصفر المقام دي هي صفر وواحد اللي هي في الاصل في الاصل اللي هي مين ها اصفر المقام هنا مش معرفة يعني المجال عندك هنا هو r معدى الصفر وكام والواحد فانيجي نرسم خط عدد بالشكل ده من سالب مالا نهاية الى مالا نهاية احط مين بقى اولا احط الصفر والواحد اللي هو ما نقاط عدم تعريف الدلة بتاعتش طيب سالب اتنين على خمس اهي هنحط هنا سالب اتنين على خمس واتنين هنحط هنا يبقى عندك كم فترة عندي خمس فترات من سالب مالا نهاية لسالب اتنين من سالب اتنين على خمسة سالب اتنين على خمسة لصفر من صفر الواحد من واحد الاثنين من اتنين الى مالا نهاية طيب نشوف اشارتهم نشوف اشارة المشتقة بتاعتي في هذه الفترات هلنا أخذ مثلا عند التلاتة في الفترة دي تلاتة تربيع يعني موجب بقت سالب على موجب سالب لو خدت بين الواحد والتنية هتلاقيها ايه موجب هنا هتلاقيها سالب هنا موجب هنا سالب وبالتالي يبقى دي فترة تناقص فترة تزايد تناقص تزايد تناقص لكن دول الصفر والواحد مش هدرس عندهم عظمه صغره لان هم مش موجودين اصلا في المجال بتاعي يبقى انا هعمل ايبقى هاخد اشوف من الناقص اثنين على خمسة وعند الاثنين طب الاثنين قبلها تزايد وبعدها تناقص يبقى هنا مين عظمه طب الناقص اثنين على خمسة قبلها تناقص وبعدها تزايد تبقى ايه تبقى صغره يبقى انت عندك كم نقطة حرجة عند نقطة اثنين اللي هم مين سالب اثنين على خمسة واثنين خلاص عندك كم فترة تزايد واحد اثنين اللي هي من صفر من سالب اثنين على خمسة لصفر دي تزايد ومن واحد الاثنين تزايد يبقى انا عندي فترة اثنين تزايد طيب عندك كم فترة التناقص اهي فترة من ناقص مالا نهاية السابقين على خمسة فترة من صفر الواحد فترة من اثنين الى مالا نهاية طيب عندك نقطة عزمة اه عند الاثنين تسوي كم ان انا اعود عن اكس بكم باثنين يعني افة عند الاثنين دي هيبقى قيمة عزمة طب F عندي ناقص 2 على 5 تبقى قيمة صغر